السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب شرح لي صدري ويسير لي امري وحي العقدة من اللساني يفقه وقولي ان شاء الله باذن الله بفضل الله منو وكرمه انتهينا او مش انتهينا اوي جاري العمل لسه في الجزء تجميعة الريزر للاصر جزء يعني بنجمعها على شبكات الستة بوصة بنصمم شبكات الصرف الصحي ازاي بنوصل للشكل النهائي كده ازاي ان شاء الله فيديوهات كتير جدا هتشوفوها معنا باذن الله على شانل يوتيوب او بيجل فيسبوك ان شاء الله باذن الله ده الشكل النهائي اللي هنسلم به العميل على كده طبعا انا عندي هنا ازدواجية خط الصرف يعني ازدواجية خط الصرف الطبيعي اي حد بيمشي بمصورة ستة بوصة الوحدها طيب المصورة الستة بوصة الوحدها بيجمع عليها خط العمل بيجمع عليها خط العمل وبيجمع عليها خط البيب والمطر وبيجمع عليها كل حاجة وبيجمع عليها سفونات ارضية او جليتراب او جليتراب او اي حاجة بيجمع عليها طب انا عندي هناك جليتراب او جليتراب بيحتاج نظافة دولية كل ستة شهور كل سنة كل ايا كان حسب الاستخدام هنا في الاصر المكان اللي انا وقت فيه ده بالزبط في البيزمنت هنا او في الجاردن هنا ده هيكون مطبخ هيكون مطبخ رئيسي مطبخ رئيسي ليه المكان اللي احنا وقفين فيه ده بالزبط طبعا كمطبخ رئيسي فيه بتجازات وفيه شواية وفيه جريلات فيه حاجة كتير جدا واجهزة مش هينفع اخش وافتح الجيبسون بورد وسلك من جواه طبعا حاجة استحالة تحصل في المكان اللي احنا وقفين فيه حاليا طيب الصح ايه الصح سيادتك انا باخد ازدواجية لخط الصرف باخد الخط العمل الخط التقيل كل من هو خط عمل اواعد ريحة وحشة ريحة كريهة يطلع بخط ستة بوصة خط ستة بوصة ستريت من اول الاصر الاخر برا وجمع على ورفة التفتيش الخارجية يبقى خط العمل يطلع معايا من الاول للاخر بياخد معايا كل من هو عمل يعني ده خط عمل بيجمع على الخط الستة بوصة اللي من اسفل ويطلع معايا للخارجي خارج الفيلا من برا طيب الخط التاني ده خط الخفيف احنا ده خط خفيف وخط تقيل خط التقيل قولنا انه هيطلع على برا بتاع العمل الخط الخفيف هيطلع هيجمع معايا كل من هو خفيف في الجنب الايمن اللي انا وقيت فيه بالزبط هنا هيجمع هنا مطبخ فوق مني مطبخ طب التسليق طبعا هنا هندخل دخلة المطبخ كلها مشتركات واي وخرجة بطب التسليق وكل ما كان فيه طب التسليق طب التسليق شئ واليوتراب شئ تاني فباخد كل من هو خفيف ده هنا خط خفيف هنا اعلى الاصر من هنا نازل برايزر هنا باخد هنا برضو خط مطر كل من هو خفيف بيجمع معايا على خط ستة مطر